موسيقى مساء الخيرة على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال وامتابعيها في كل مكان اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اريج والناس استكمالا لما تحدثنا عنه في حلقاتنا السابقة نتحدث اليوم عن العنف الأسري مع ضيف اللي نورني وشرفني النهاردة الباحث الديني والاجتماعي الأستاذ حمدي علام اهلا بحضرتك يا أستاذ حمدي نورتني وشرفتني النهاردة أستاذ حمدي عايز اعرف حضرتك ما هو العنف الأسري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد فالعنف الأسري هو الإذاء داخل الأسرة وقسموه لأقسام وأنواع وأسباب فمن العنف الأسري التعدي الجنسي والتعدي النفسي العاطفي ومن العنف الأسري أيضا التعدي الجسدي ومن العنف الأسري أصلا أصلا بداية عادات قديمة ربما تورسها الشخص فأدت به إلى العنف ضد طفل أو امرأة أو أختا له فهذا هو العنف الأسري والعنف الأسري تحدست عنه جميع وسائل الإعلام وحست عليه جميع الدول الأوروبية والعربية وينادون ويناشدون بمنعه الآن لأنه يحدث تحت غطاء الأسرة ولا أحد يعلم به لو أن هناك جرأة وهناك حديثا مع الآخر لمنع هذا الأمر ولكن لإخفائه وراء السطار الأسرة لم يمنع حتى وقتنا هذا طب هل العنف الأسري ده ليه أنواع معينة؟ له أنواع معينة فيه عنف جسدي التعدي على الجسد بالضرب أو غير ذلك الإزاء الجسدي وفيه الإجائز جنسي التعدي الجنسي على أحد أفراد الأسرة وفيه الإقراف في الزواج ودية قلنا أن هي من العادات التي توارست في بعض الأشخاص قديما وينفزها مع أبنائه حين الكبر والزواج والارتباط وإنجاب أطفال ويرزق ببنت فيجبرها على الزواج وغيرها أو يجبر الطفل على أنه يجتاز تعليم معين كانك قد حرم منه قبل ذلك يعني فرض الرأي على الغير ده من برضو سبب من أسباب العنف الأسري؟ أكيد عدم لغة الحوار مع الشخص الآخر داخل الأسرة وفرضية الأمر على الذي أمامك هذا من العنف الأسري الأب هو حماية البيت فلا يكون سبب في إيزاء البيت يعني الأب هو أساس البيت؟ هو حماية البيت طب أنا يعني أنت حضرتك من وجهة نظرك شايف أن العنف الأسري ده ليه دوافع معينة مثلا؟ له دوافع كثيرة ربما تكون بسبب المخدرات تعاطي المخدرات ربما يكون سبب نفسي ربما يكون سبب أنه هو تربى في بيئة معينة غليظة قلب ربما يكون اكتسب ذلك من المحيطين حوله لمرض ما يعني يصاب بمرض ما يؤدي به إلى الغضب السريع فيؤدي به إلى ضرب ابنه أو التعدي على زوجاته أو التعدي على ابنته أو أبيه أو ما شابه ذلك طيب يعني أنت حضرتك العنف الأسري ده من وجهة نظر حضرتك يعني هو دوافع ومش اقتصادية واجتماعية مثلا ومعنوية يأتي الفقر هنا ولكن لا أجده مبررا للعنف الأسري يأتي الفقر الحاجة ربما يضيق رب الأسرة في الإنفاق على أبنائه وعلى زوجته وتلبية احتياجاتهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا ولم يكن معنفا ولم يؤذي أهله بسبب ذلك فالفقر وإن كانوا قد وضعوه بعض الناس في هذا الأمر لكنني لست معهم في بعض الشيء لأن الفقر لا يؤدي إلى أن تتعدى على ابنتك أو تتعدى على زوجتك أو تتعدى على ابنك أو أمك العجوز أو غير ذلك لا يؤدي بك الفقر أو الحاجة أن تضرب زوجتك أو تضرب ابنك أو تضرب ابنتك أو تكون عنيفا معهم في البيت طيب عايز أعرف من حضرتك العنف الأسري ده بيأثر على الطفل على المدى الطويل مثلا لو الطفل شايف الأب أو شايف حد من أفراد الأسرة بيتعامل بعنف سواء مع مامته والدته وسواء يعني الطفل ده ممكن العنف الأسري يأثر بالسلب على الطفل في الكبر قلنا قديما لو تفتكري هذا الأمر في حلقة سابقة أن الطفل من سن الست سنوات يبدأ ينقل ما أمامه فإن كان الأب عنيفا مع أمه ومتعديا عليها بألفاظ أو بضرب أو بغير ذلك فإن الطفل ينقل ذلك ويجعل ذلك عنده سبب نفسي ويظل مريضا نفسيا وبعد ذلك يترجمه مع أبنائه ويستمر الأمر ونؤدي إلى الهدام مجتمع بأكمله بسبب هذا بسبب فرض كان سيء الخلق وتعدى على أم أمام طفل فالطفل نقل منه الشئ دي وتزوج وكون أسرة وجان سبب برضو في طفل آخر فهذا ما ينشر العنف في المجتمع أن أنت تؤثر على الطفل نفسيا حينما تمد يدك على أمه أمامه وهي أغلى الناس عنده يعني بيتأثر على الطفل إزاي بقى؟ بيتأثر عليه نفسيا أنه أنت بتكسر له حاجة بحبها أنت أساءة الشيء هو يحبه ويقدره زي ما الأم تكسر الأب أمام الطفل طفله هي أنت كسرتي أنت كسرتي هيبة زوجك أمام ابنه فليس له هيبة في الكبر لا يحترمه ويأثر ذلك عليه نفسيا بعد ذلك هل العنف الأنصري ده بيدفع الطفل مثلا لأنه يتعاطى المخدرات أو بيقلل من سكة الطفل بنفسه؟ أكيد حينما لا يتحدث الأب مع الطفل إلا بغلظة ولا يتحدث معه إلا بالشتائم وغيرها ولا يتحدث معه كأب أو يعطيه الحنان فإنه ينفرد وحيدا ويجد مؤساته في المخدرات وغير ذلك أو صاحب السوء لأنه لا يجد صدرا حنونا يضمه ولا يجد من يتحدث معه فأدى العنف الأسري هنا إلى انحراف هذا الطفل أو يكون شاب يتعاطى المخدرات أو غيرها أو محطما نفسيا فلا تجد له حاجة في المجتمع ولا حاجة في الأفراد حوله يريده العزلة ويريده الوحدة ويريده أن يكون بمفرده وهذا ما يحدث الآن يعني أنت من وجهة نظرك أن العنف الأسري ده بيأثر بالسلب على الطفل لما مثلا في الكبر وكده؟ يؤثر عليه في الكبر والصغر يؤثر عليه في الصغر بأن يكون طفلا موحدا وحده بعيدا عن القطيع بعيدا عن الناس لأنه لم يجد من يحن عليه فيشعر بضعفه فيخاف من الناس لأن أباه الذي يظن فيه الحماية قد خزله وعنفه وفعل أمامه ما فعل فأدى به إلى مرض نفسي تجده يجلس في حجرتي تجده يتسلل إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليبحث له عن طمأنينة فلا يجد ذلك يؤثر عليه كطفلا ثم يؤثر عليه في الكبر بعد ذلك حينما يقون أسره تجده عنيفا مع زوجتي عنيفا مع ابنه عنيفا مع أفراد أسرتي هذه الأسباب ترجع لقديم لو رجعنا قديما لو وجدنا أنه تأثر نفسيا بأشياء حدثت معه طب أنا شايفة أو عايزة يعني أخذ رأي حضرتك في حاجة أن العنف الأسري ده تجاه الطفل منذ الصغر بيخليه مثلا لما يكبر في السن أو كده بيقلل ثقة في نفسه بيخليه مثلا انطوائي بيخليه مش واسق في نفسه ومش عارف يتعامل مع اللي حوله أنت لو أتأتي بطفل وأتأتي بآخر تمام الأول قلت له أنك رجل وتستطيع أن تفعل كذا وكذا حفثتي عنده حب النفس والذات وغير ذلك والآخر هدمتي ذلك أنت فاشل أنت لا تستطيع أنت أنت ما النتيجة في آخر الأمر النتيجة تجد هذا صاحب مسئولية وفارسا في ميدانه اللي هو ما بتعرضش لأي عنف خول وكان ضعيفا وإمعة في المجتمع يعني الطفل ما بتعرضش لأي عنف خول وإما أن يكون جروى لا يخاف منه أحدا ولا يهب منه أحدا وتجده مثله مثل النساء في البيوت ده اللي بيتعرض للعنف الأوسف على تجدي بعض النساء الفتيات أرجل من الرجال في النواقف لماذا؟ لو بحستي ورائها لو وجدتي أبا رحيما مربيا فاضلا ربا فيها العزة والأنفة والإحترام وغير ذلك لأنه تعامل معها برفق وليس بعنف فلم تهتز من الداخل ولم تكن ضعيفة فظهرت للمجتمع قوية لأنها في البيت سند وفي الشارع تتعامل بما رأته في البيت فلا تخاف أحد ولا تهاب أحد يعني اللي بتعرض للعنف الأسري ده بيأثر على شخصيته ده أمر جاذم أكيد الإنسان يتأثر بما حوله النشأتي تأتي بطفلين هذا في بيئة بها مخدرات وغير ذلك وبيئة أخرى بها عنف وآخر في بيئة متعلمة ومسقفة ومؤدبة أي الشتان تجد أفضل؟ السالس الذي في بيت به علم وبه أدب وبه احترام وأخلاق ومبادئ أما هذا كان اكتسب من بيئته شرب مخدرات وغيرها وأن يقف في الطرقات وغيرها وذلك انتشر فيه البلطاجة وغير ذلك ومعنا مدخلة تلفونية ألو؟ مرحبا؟ أيوا؟ مين معي؟ أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أفضل؟ أه مباشر حضرتك أنت حضرتك منين؟ تنظري أهلا بحضرتك تفضلي عايزة اسأل عن الراجل اللي هو مش تموح يعني اتعمل معه ازاي الراجل الايه اللي مش تموح اللي ما عندهش تموح ما عندهش هدف يعني ما عندهش هدف في الحياة شكرا شكرا لحضرتك عايزة حضرتك تجاوب استاذة ايه على السؤال اللي هي طرابته ايه الحل مع الراجل اللي مش تموح او الراجل اللي ما عندهش هدف ان كانت تقصد انه ليس له حلم يبحث عنه او يبحث انه يكون له ذاته وكله مستقبله انا بمقول للشباب دولة انت فاشل لابد ان تبحث ولابد ان تجد نفسك واحسن الظن في الله عز وجل انا عندي حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء فان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر الله عز وجل هو الرازق لا تجلس وتتكاسل في البيت وتنظر اليك زوجتك بانك لا تعمل لانها ترى فيك الرجل خرجت من بيت ابيها فرأت رجل في بيت ابيها وخرجت من بيت ابيها الى بيتك فهي تريد ان ترى فيك رجلا فلا تخزلها لا تخزلها بجلوسك في البيت بجوارها فلست امرأة انت حقا عليك الانفاق في البيت وحقا عليك حماية البيت لانك الرجل واخذت القوامة من ذلك فان غاب ذلك فليس لك قوامة عندها يعني حضرتك مثلا بتقول يعني عايزة حضرتك تقول كلمة لكل شاب مثلا مستسلم او اللي هو بيقول ما فيش شغل ما فيش شغل ايه واطلع الشغل ايه وكده لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس قالوها قديما الدين الاسلامي لم ييأس سيدنا عبد الرحمن بن عوف حينما خسر ماله كله قبل الهجرة وذهب الى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا اذهب الى بعض الانصار سيطلق زوجاته ويعطيك نصف ماله رفض ذلك وقال دلني على السوق وكان اغنى الصحابة بعد ذلك هذا مثلا من الامثل معنا مكلمة من ام ملك من بورسعيد اهلا بحضرتك يا ام ملك السلام عليكم عليكم السلام اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك عامل ايه ربنا يخليك اهلا بحضرتك عامل ايه تمام الله الحمد لله يفندي بصنا جزي حسب يا الله ونعمل في سد دين واللي اتقادت وكل شوية ضرب فيا وكان ضربنا عامل الشرخة وفي سدر وضهل البادين اخر بادلة ونفس اخلص منه بس ما عاملني ثلاث عيال انا ضعف انا معاه جانب جامل شروع علي اعمل ايه اللي عليك ولفهم ساعدة ضرب ساعدين عشان ابعد عنه ابعد عنه وما بنصقش علينا شكرا لحضرتك يا مملك وهنجاوب على سؤال حضرتك دلوقتي تفضل حضرتك ايه ردك لسؤالها هذا ليس برجل على الاطلاق من يستطيع ان يرفع زراعه من جنبه على المرأة فليس برجل لان هذا عارا كان قديما وحديثا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الجاهلية عارا على ان رجل يرفع يده على امرأة مهما كانت عصية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث خطير اريد ان يسمعها هذا الذي يوزي زوجته كفى بالمرء اسما ان يضيع ما يعود كفى بالمرء اسما ان يضيع ما يعود ايه المقصود بالله ان كفى بك اسما عند الله عز وجل ان تضيع ما تعول في كنفك اسرتك زوجتك وابنك لا تظلمها فانك اثرتها بكلمة الله عز وجل طب هي دلوقتي بتقول معايا تلات ولاد هل ان هي يعني زي ما بيقولوا كده بالعربي تطاطي عشان ولادها وتعيش لم نكن ذلك وقلتها قديما لا تتنازلي عن قرامتك من اجل احد لا تتنازلي عن كبريائك من اجل احد فالانسان بكرامته يكون محفوظا بدون كرامته لا قيمة له في الحياة فان اردت الابقاء فلتبقي ان اردت اصلاحا وان لم تريدي تجدي ذلك في هذا الزوج وليس فيه رجاءا فالطلاق اولى والطلاق ليس مبغضا يا سيدتي اتى به الله عز وجل ليريح به القلوب والناس معنا اتصلت لفولي من عبد الرحيم من اينا اتفضل حضرتك سلام عليكم عليكم السلام اهلا بحضرتك يا فاني الله يخليك كان معي مشكلة اثريح حضرتك يعني انا كنت بعمل مراتب بما يرضي الله ورسول تمام تمام وبعد كده اختلفنا والكلام ديتي اللي بتعمل معي ده حضرتك ميرضيش ربضني يعني خالق بتعمل معك حضرتك بتعمل معك ايه مصر بتعمل معك ايه يا فاني في بจะحفظ شكاوي نظام المحاكم زي ما انتعارف حضرتك فيجى طلاق قائما يعني فيجى طلاق فانا امام مرحله انهاع Совام بالتعب يا فاندين حضرتك ايه الدفع اللي خليها او ايه يعني اللي خليها تعمل كده او تدخل محكمه اللي خليها تعمل كده سيطارة اخوها واماها عليها حضرتك سيطارت ابوها واخوها وأماما اخترو واماها سيطروا عليها إزاي يعني؟ سيطروا عليها إذا ما تقشيش معها خليه بالكبير وحديك وأنا راجل يعني معلش أنا بشتغل الحمد لله مش عايد مش عايد أعزاجي يعني على باب الله مش عايد تمام شكرا لحضرتك تدخل الأهل اللي إحنا كنا منتحدث فيه قديمة تمام تمام يعني أني تدخل الأهل نرجو من الأهل ألا يتدخل في حياة الزوجة بس هو بيقول أنا راجل أرزائي تمام على أدراه وأنت هي برضو خوته يوميا تمام هي مثلا جيت أقدم لها وفقت على ظروف وفقت على هذا الأمر وأخوها وأمها برضو وفقوا أن هي تتجوز الشخص ده نحونا يرجع للأصل يا سيدة هم وفقوا على ظروف يرجع للأصل إن كانت أصيلة تتحمله في ظروفه كلها إن كان فقيرا أو غنيا وإن لم تكن أصيلة لا تتحمله نناشدها ونقول له ارجعي عما أنت فيه وحافظي على بيتك وإن هذا الرجل يحبك مازال فارجعي إليه تمام أنت حضرتك إيه الحل في المشكلة دي؟ في المشكلة القائمة اللي بقولها المتصل الحل فيها إن هو يجلس مع أحد عقال أهلها حكموا من أهلها وحكموا من أهلها الحل إن هي تتفسل الانفصال ولا الحل إن هم يعودوا مساهم يعملوا قادرة لا يعودوا الأول مع بعض يحكم ما حدث ويحكم أصحاب العقول في الأمر حكموا من أهلها وحكموا من أهله زوايا عدل يعني عندهم عقل يفهمون الأمر يحكي هذا وتحكي ويحكم هؤلاء بالأمر ولو هيها مصممة على إن أصر تطلقها ولست بخاسر التي لم تحافظ عليك في فقرك لم تحافظ عليك في غناءك التي لم تحترمك في ضعفك لم تحترمك في قوتك فإن أراد إصلاحا يوفق الله بينهم وإن لم يريد إصلاح الطلاق هو الحل والانفصال وابدأ حياتك وتبدأ حياتهم حضرتك برضو عايزة من حضرتك توجه كلمة للمملك اللي اتصلت قبله وقالت أنا جوزي بيتعامل معايا بعنف وكده يعني هي تطلق خصوصا أن هي معاها تلت أطفال قلت لها إن كان هناك إصلاح في زوجها ترتجي فيه إصلاح فالتبقى عليه ولتسأل الله وتستبر ولها الجنة وإن لم تجد ذلك تطلق أنا من وجهة نظري إنها ممكن تصبر على أي حاجة إلا الأهانة أولا قانون المصري أتى الآن ليجرم هذا ويعاقب بثلاث سنين سجن أو ما يزيد فلو توجهت لأي مركز شرطة تابع لها ستسجنوا لتعديها عليها فالقانون حفظ حق المرأة بعدم التعدي عليها طيب عايزة أعرف من حضرتك ما هي بدائل العنف الأسري بشكل عام علاج العنف الأسري ما هو العلاج يعني اللي احنا عاوزين البديل لذلك البديل لذلك أن نتعامل برفق داخل البيت على الزوج أن يضبط أنفاسه مع أولاده على الزوجة أيضا أن تحترم الزوج أمام أولاده وأن يحترمها أيضا أمام أولادها نتعامل مع بعض بحب ونتعامل مع بعض بالدين الإسلامي بأخلقنا التي علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع من رحلتي ويقبل رؤوس زوجاتي طب عايزة أعرف من حضرتك إيه مثلا لو أنا مثلا عندي طفل يعني إن هو مثلا بسمعش الكلام أو إن أنا بكلمه يعني لا ينصع للأوامر ليس العقاب ضربا ولا التعامل معه بعض التعامل معه برفق لو تعاملتي مع أي شيء برفق لانا في يدك بإفرد إن الطفل ده ما بيجيش بالرفقة برضه عنيد يعني عنيد يعني إيه إزاي إن أنا أتعامل مع الطفل العنيد عنيد اللي ما بينفعش معاه نبحث ما به ربما يكون مريض نفسيا ربما يتعرض للعنف خارج البيت مش بداخل البيت العنف لا يقتصر على البيت ربما يتعرض للعنف من مدرس أو يتعرض للعنف من صاحب أو ممكن يكون فيه مشكلة فيه مشكلة أخرى نبحث أولا قبل التعدي على جسده بالدار شكرا لحضرتك وتشرفت في حضرتك جدا جدا في حلقة النهاردة طبعا بقدم كل شكري وتقديري للأستاذ حمدي علام الباحث الديني والاجتماعي اللي نورني وشرفني في حلقة النهاردة وبقدم كل شكري وتقديري لقناة الصحة والجمال وكل المقيمين على قناة الصحة والجمال وبقدم كل شكري وتقديري للسيدة المشاهدين انتظروني في حلقة جديدة من برنامج أريج والناس أشوفكم على خير اشتركوا في القناة